اقبال لافت تشهده مراكز التطعيم الموزعة في مختلف مناطق مملكة البحرين من قبل الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 3 إلى 11 عاما بصحبة أولياء أمورهم ممن حرصوا على أن يتلقى أبناؤهم التطعيم المضاد لفيروس كورونا بهدف حمايتهم وحماية المجتمع في اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق مجتمع واعي والسماح لمن هم بين الثلاثة أعوام إلى 11 عاما بأخذ جرعتين من لقاح سنوفارم باعتباره المصرح به فقط لتلك الأعمار وتحديدا ممن يعانون من جملة من الأمراض التي استهدفت مناعة أجسادهم فأضعفتها حتى لاقى ذلك الأمر نجاحا واستجوابا من قبل أولياء أمور تلك الفئة قناعة منهم بأهمية اقتناص هذه الفرصة لتأمين الحماية الكاملة لفلذات أكبادهم وتدعيم مناعة أبدانهم بالوقاية اللازمة لتفادي خطر الإصابة بالفيروس من خلال أخذ التطعيم المحدد حرأينا إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين لتحصين أبناءهم وخصوصا من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الأمراض وهم المصابون بالسمنة المفرطة المصابون بداء السكري أو أمراض التنفسية الحادة وغيرها من الأورام السرطانية أو الأمراض التي تجعلهم أكثر عرضة لمخاطر هذا المرض فكان الإقبال شديد وأيضا لاحظنا أن أكثر تقريبا حوالي أكثر من 700 شخص لحد الآن تم تطعيمهم من هذه الفئة العمرية إن الحصول على موافقة ولي الأمر وحتمية وجود مرافق مع عمار هذه الفئة المستهدفة عند أخذ التطعيم أمر واجب ومشروط لحظة إقبال الأطفال واليانعين من الذكور والإناث على مختلف المراكز الصحية المعتمدة في البحرين لتلقي لقاح سينو فارم المجاز لهم الفريق الوطني الطبي ومن بعد الإفصاح عن تلك الخطوة توجه نحو تقديم عديد التطمينات ووضعها بين يدي الأهالي حول مأمونية اللقاح وفعاليته ومدى استجابة أطفالهم له لحمايتهم وحماية صحة أسارهم ومجتمعهم والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع البحريني التطعيم بيكون في صالحهم صالح الأطفال صالح العائلة صالح أصدقائهم في المدرسة خصوصاً نحن مقبلين على فصل دراسي جديد فبالعكس التطعيم بيكون مفيد لهم ومفيد حق المجتمع كله عشان أحمي عائلتي كل الناس وأصدقائي وبعد عشان ما يصدني كورونا صحياً المفروض يأخذون هؤلاء التطعيمات فاحتمال يكون عقب الأونلون يكون حضورهم شخصياً في المدرس فأأمن لهم أنهم يأخذون من الحين عشان ما أعذي البيت عشان ما أعذي رابعي حفاظاً على سلامتهم واتباعاً للتعليمات للطاقم الطبي فهذا يعني جزء من البروتيكول الطبي يعني حفاظاً على أرواحهم صحتهم سلامتهم سلامة المجتمع قبلت الموضوع ولكن شي عادي أخذ هذا التطعيم بيساعدني وبحافظ على صحتي نفوس تتماسك بقوة جسد واحد ألف التعافي ليتصدى بالتزامه وتقيده بالتدابير الوقائية لجميع محاولات وباء كورونا في التسلل داخل محيطه الآمن فالصغير قبل الكبير ينظر بشغف نحو قادم من الأيام أجمل تعود فيها الحياة كما كانت بنكتها المتناغمة وبإشراقتها المعهودة إن الإقبال على التطعيم يشكل حماية مطلقة للفرد ولأسرته وللمجتمع برمته وفي ضوء ما تحقق وما يتم حظه من نتائج صحية إيجابية من وراء القناعة التامة بجدوى اللقاح حتى تتسارع الخطى نحو تحقيق الهدف المنشود المتمثلي في زيادة حجم المناعة المجتمعية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر